اشتركوا في القناة وفق مسؤولاً أمريكي فأن صراع في ليبيا بات يشبه الصراع السوري بشكل متزايد وإن التوقعات بشأن تحقيق تقدم في مؤتمر برلين متواضعة وفق تعبيره كم مؤتمراً دولياً تحتاج ليبيا كي تلملم جراحها وكم يلزم من الوقت كي يميز الفاعلون بين المعتدي والمعتدى عليه هل تقف ليبيا عند مفترق طرق لتحديد مستقبلها هل تتسارع الوفود إلى برلين لتحديد مستقبلهم الاقتصادي والنفطي قد يتفق جميع الحاضرين على أن لا يتفقوا وتلك تباينات وخلافات بين المشاركين خلافات ما عادت تختبئ وراء تصريحات اللاعبين في ليبيا وستنعكس بالضرورة على مؤتمر برلين بشأن البلاد الليبية التي أنهكتها حرب الإخوة الأعداء سيحث مؤتمر برلين أطراف النزاع لوقف الأعمال القتالية ضد المنشآت النفطية واعترافه بالمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس باعتبارها الكيان الشرعي المسموح له ببيع النفط الليبي وهنا سيكون لحفتر سلوك المغاير بالرغم من انعقاد المؤتمر الدولي سيسارع الجنرال العسكري إلى إقلاق كل المرافق النفطية في شرق ليبيا ولن يلتفت للتحذيرات الدولية من خطورة خطوته التعسفية البريغا وراسلانوف وزويتينة التي تقع بين مدينة بنغازي ومدينة سرط جميعها مقفلة بأمر من رجال القبائل المتحالفين مع قوات حفتر وهي مناطق تحوي ما يقارب 60% من صادرات ليبيا إلى الخارج تم قفل النفط تم قفل المواني يحاول حفتر وداعموه الضغط على المجتمعين عبر ورقة الضغط وهذا ما سيضع ليبيا أمام مواجهة انهيار اقتصادي يفاقم العجزة في الميزانية نهيك عن حجم الخسائر الكارثية يقول فايز السراج رئيس حكومة الوثاق الشارعية إن الانقسام الدولي والتداخلات الخارجية السلبية هي التي أسهمت في تأجيج الأزمة الليبية فيما يبدو أن ثقة السراج منعدم اتجاه حفتر مشاككا بجديته والتزامه بأي اتفاق في المستقبل لا يبدو أن بوابة برلين ستضع حدا لنهاية الحرب الدموية في ظل الاستفاثات الدولية والإقليمية وانقسام آرائها حول ليبيا ولم يجد البيان الختامي سوى وصف المشهد في ليبيا بأنه وضع يهدد الأمن والسلم الدوليين ولكن من يهدد السلم الدولي صاحب الشرعية الدولية أم المنقلب على الشرعية وذك سؤال من وحي اتفاق صخرات الذي يرفضه حفتر ليفرز سؤالا آخر من المنقلب ومن المنقلب عليه الجميع متافق على شرعية السراج والجميع مختلف في الدعم من مع من ومن ضد من من يدعم حفتر من يحارب الشرعية فرنسا تخالف تركيا وتركيا تخالف مصر ومصر تخالف السراج والسراج يمثل الشرعية المعترفة بها يدور الجميع حول نفسه لم يتبقى في ليبيا سوى الأمل لانتقال سياسي للإسراع في العملية السياسية قبل أن تتحول ليبيا إلى بئر نفط محترق قد يحرق الجميع الجميع بلا استثناء لي النقاش ينضم إلينا في الأستوديو الصحفي الليبيا سيد ياسين خطاب ومن باريس ينضم إلينا أستاذ العلاقات الدولية الدكتور خطار أبو دياب وأبدأ معكم مشاهدين بهذه الأخبار العاجلة عن المستشارة الألمانية أنجيل أميركل الأمم المتحدة اقترحت عقد اجتماع 5 زائد 5 بشأن ليبيا ولا فرصة لحل عسكري في ليبيا ولا بديل عن الحل السياسي ومن هذه النقطة أبدأ معك سيد ياسين على ما قد تتفق الأطراف وعلى ما قد تختلف ما إذا علمنا أن المؤتمر الآن نعم وفي الحقيقة بداية نتحية لك ولي ضيفك ولمشاهدينك الكرام أنا أظن أن الكلام الذي تفضلت به ميركل ومازالت تتحدث عنه حتى هذه اللحظة الحل العسكري مرفوض أن الحل حل سياسي وكلام يعني ربما هذا كان كلام قد يؤتي أكله لو كان قبل أربع أربع قبل حرب ممكن يكون فيه سياق سياسي لكن اليوم هناك عاصمة البلد مفتوح عليها نيران أنا أظن أن من الصعب الحديث عن حل عسكري وحل سياسي أو حل سياسي ورفض الحل العسكري دون الحديث عن تفاصيل هذا الحل أنا أظن أن اتفاق موسكو أسس للحظة التسوية السياسية على اعتبار أن الطرفان لم يعد بينهم ثقة تحديدا السراج لم يعد يثق في خلف حفظ البعض كان الحديث قبل انعقاد المؤتمر قبل ساعات عن خلافات بين أطراف الصراع حول آلية وقف إطلاق النار وكأنه يتم الحديث على الانسحاب ما قبل شهر نيسان أو ما بعد شهر نيسان حدود ما قبل العمليات العسكرية وما بعد صحيح أن حكومة اليفاقية هذا هو مطلبها الرئيس أنها لن تقبل بأي تفاوض ومفاوضات قبل عودة حفتر وقوات حفتر إلى ما قبل أربع أربع في المقابل حفتر يحاول هو ودعميه طبعا الفرنسيين أمس كانوا يحاولوا أن يتحركوا في إطار أن حفتر يسيطر على ثمانين في المئة طبعا بغض النظر عن كيف سيطر كيف خذل كيف خان شركاء السياسيين لكنه يسيطر يقولون أنه يسيطر على ثمانين في المئة وبالتالي يجب أن يوضع حفتر هو الأول في أي تسوية سياسية على اعتبار للسيطرة وهذا طبعا من يقول هذا الكلام لا يفهم الجغرافية السياسية الليبية ولا يعرف حقيقة الصراع في الليبية فالحقيقة أن حفتر منذ إطلاق حربه في عام 2014 هو يريد العاصمة وفشل على مدى ست سنوات في الدخول إلى العاصمة سواء في حرب فجر ليبيا عام 2014 أو في هذه الحرب دليل على أن الرجل فشل في مشروع العسكري أما في باقي المدن الرجل لم يجد تلك المقاومة الكبيرة في بنغازي لم يكن هناك ظهير دولي للمقاتلين مثل ما يحدث اليوم هناك ظهير دولي هو تركيا لقوات الوفاق وبالتالي حفتر كان لا يخوض في معارك وإنما هو يحاول أن يظهر نفسه كأز سترونج وومن زي ما نقول للتحافة الإنجليزية كرجل قوي يحاول أنه لديه القدرة على بسطة حلول الأسكرية في حقيقة الأمر أن مؤتمر برلين أنا لا أظن أن الأوروبيين بإمكانهم بعد كل ما جرى بعد بليرمو بريس أن ينجزوا أي تسوية سياسية أنا أظن أنهم يحاولون أن يسابقوا الخطأ لقطع الطريق أمام أنقرة وكان أمريكا تمهد الطريق أمام تسوية سياسية أخرى يكون فيها للأمم المتحدة دورا سنناقش هذه النقطة على كل حال أذهب إليك دكتور خطار أبو دياب مساء الخير هل من ثمار تقطف من جولة المؤتمرات آخرها مؤتمر برلين المنعقد الآن أو المؤتمر الصحفي الخاص به منعقد الآن هل من ثمار تقطف حول الوضع الليبي؟ ربما يتوقع البعض أن يكون هناك مسألة عدم المساس بالمنشآت النفطية الليبية رغم أن بعض القبائل اليوم بحسب وكالة رويترز قامت بإغلاق حقلي الشران والفيل شرقي البلاد شرقي الليبيا يعني وكأنه تستعمل ورق الضغط تحياتي لك ولفريق العمل في قناتكم للمحاور الكريم ولكل من يتبعنا مؤتمر برلين في الأساس هو الثالث من نوعه بعد مؤتمر في باريس ومؤتمر في بليرمو عن الوضع الليبي بعد استهلاك هذه الأزمة لعدة مفادين دوليين تبدو هذا المؤتمر وكأنه الفرصة الأخيرة لمبعوث الأمم غسان سلامي بيد أنه رغم كل الجهد الذي بذل كان هناك أخطاء كبرى منها مثلا عدم دعوة تونس أستلحك الحضور الجزائري الأهم أن سقف التوقعات بالفعل هو منخفض لأن طبيعة الصراع معقدة لأن هناك نقاش حول الشرعية داخل البلد هناك تدخل لأطراف خارجية هناك أطبع بليبيا هناك تنصل من المسئولية الدولية في مسألة عدم إعادة بناء الدولة الليبية عدم تحمل المسئولية بعد عملية الناتو وتتمات هذه العملية في سقوط نظام القذافي نحن إذن أمام وضع معقد مسألة النفط أساسية لأن النفط هو عصب الحياة في الأساس أشياء الإيجابي الوحيد من كل العملية السياسية هو محاولة إبقاء مؤسسة النفط والمصرف المركزي خارج الاستفافات الآن تقول هذه القبائل في بيان لها تزعم أن وهي مدعومة بالطبع من المشير حفتر أن المال يمول ميليشيات ترابلوس هنا بيت القصيد أي أن هناك الخلاف حول توزيع المال المسألة واضحة مؤتمر بلين دعا وستجدع في بيانه الختام إلى عدم مسأل منشآت النفطية أي بمعنى أو بآخر الحفاظ على الاتفاق الاتفاق هو ودي ما بين الأطراف الليبية ولكن يضمن استمرار تدفق المال للدولة الليبية بحد الأدنى حتى لا يكون العجز أكبر هناك سؤال دكتور خطار هذا موضوع النفط لوحدي برأيه سيحل الأخطر هو كيفية أن تكون العملية السياسية فعالة وكيفية الخروج من الصراعات العسكرية نحو ميدان الحل السياسي الحقيقي هل هناك أي وسائل للضغط قد يتبعها حفتر أو حتى السراج في إطار تحقيق مكاسب أكبر نحو تسفية سياسية قد تكون قادمة غير معلوم شيء إلى الآن حول تسفية سياسية أنا أظن أن حفتر يحاول أن يناور من أجل أن يستمر في إطار حل العسكري لكن أنا أظن أنه لم يعد هناك مجال عشر أشهر الرجل وعد حلفاء بالسيطرة في غضون 72 ساعة ثم قال عشرة أيام ثم نحن اليوم نتحدث عن أكثر من عشرة أشهر وبالتالي عدم قدرة الرجل على الحسم أولا جعلت دعميه يفكرون في قدرته قدرة حفتر وقواته على الحسم هذا أولا وفي نفس الوقت هم يحاولون أن لا يخسر حفتر مكان السياسي أنا أظن أن أهم رسائل كانت اليوم هي ما قام به بومبيو من لقاءات على هامش المؤتمر وليس ما تقوله ميركل أو ما يقوله قدرته لأن السياسة في الحقيقة هو ما تمارسه أمريكا ميركل أرسل رسالتين واضحتين عندما جلس مع عبدالله بن زاهد وزير خارجية الإمارات قال له تحدث معه وفق السفارة الأمريكية نعم مايك بومبيو وزير الخارجية أمريكي تحدث معه عن التدخل الخارجي لكنه عندما جلس مع نتراك لم يتحدث عن التدخل الخارجي تحدث عن وقف اطلاق النار وبالتالي هذه الرسائل الواضحة الأمريكان يطلبون وظائف معينة من الفاعلين الدوليين الإماراتيين عليهم أن يتوقفوا هذه الرسالة الأمريكية كانت واضحة اليوم عليهم أن يتوقفوا عن التدخل الخارجي والأتراك عليهم أن يمضوا في تسوية اتفاق واخف اطلاق النار ويبدو أن هناك تفاهم واضح تركي أمريكي بشأن الملف الليبي خصوصا وأن تركيا هي الطرف الوحيد الفاعل الذي استطاع أن يتحرك في مقابل موسكو والذي تستطيع واشنطنون أن تعول عليه دكتور خطر هنا المشاركون العرب كيف يتلقفون هذه الرسالة الأمريكية برأيك وهناك سؤال يعني صراحة يقتر دائما على بال المشاهد والمتابع للملف الليبي إذا كانت حكومة السراج معترب بها دوليا إذن لماذا هناك دول كبرى كفرنسا على سبيل المثال تدعم وبوضوح قوات المشير المتقاعد طبعا أصلا مسألة دعم حكومة السراج أو المجلس الرئاسي ناتج عن اتفاق السخيرات وهذا مربوط أيضا بديموما للمجلس الرئاسي هناك الآن أعضاء انسحبوا من المجلس الرئاسي هناك إشكاليات في مسألة الشرعية في ليبيا هناك نقاشات هائلة لأن المشير حفتر الذي يستمت شرعيته من المجلس النيابي المنتخب في العام 2014 هو الهائلة الوحيدة المنتخبة في ليبيا بينما الحكومة حكومة السراج حكومة الوفاق الوطني تستمت شرعيتها من قرار من الأمم المتحدة ليس المهم الشكليات لنكن أمام الحقيقة كما هي مجردة نحن أمام قوتين قوتين أمر واقع في ليبيا فرنسا بالذات من الناحية السياسية تعترف بحكومة السراج من الناحية العملية نتيجة وجود كواتها في منطقة الساحل نتيجة أهمية الجنوب الليبي بالنسبة لها نتيجة مخاوفها من تحول ليبيا إلى مركز إرهابي جديد ومسألة الهجة غير الشرعية كل ذلك حدى بفرنسا لتعديل مواقفها من أجل إيجاد حل في ليبيا ليس من أجل ليس هناك من دعم معلن ربما هناك دعم ضمني لحفتر ولكن ليس هناك من دعم معلن الدعم الذي أحدث الفارق لحفتر كان الدعم الروسي عبر حرب البروكسي أي الوكالات الخاصة ومن هنا أتى التدخل ماذا عن الحضور العربي؟ هل تستمر الدول العربية بلعب دورا هاما فيما يتعلق بصراع الليبي؟ في النهاية الحضور العربي المهم هو حضور دول الجوار موقفها لاحظنا الغياب التونسي الجزائر الآن تلعب دورا إيجابيا تحاول تدوير الزوايا لإيجاد مخارج مصر معنية لأنها موجودة على صلة بالشرق الليبي وموجودة مع معسكر معين وتعتبره الشرعي دولة الإميرات العربية من جهة عندها صلة مع المشير حفتر بينما دولة قطر لها صلة مع حكومة الوفاق هذه هي الخريطة المبدئية الأهم في كل هذا أن كل هذه الأطراف كانت في الصورة سويا اليوم اليوم مثلا لأول مرة يجتمع الرئيس رجب طيب أردغان والرئيس عبد الفتاح السيسي هذا حدث بحد ذاته في نفس الصورة ماذا قال بومبيو لهذا أو ذاك الدور الأمريكي أقل من الدور الروسي ربما الأمريكان أعطوا الضوء البرتقالي لأردغان كي يوازنوا مع الدور الروسي لكن علينا أن لا نتواهم كما في الساحة السورية الروسي يعمل تحت السقف الأمريكي ومن هنا كلام المسؤول الأمريكي الغامض والمقارنة بين رؤي ليبيا وسوريا يعني عدم وجود إرادة أمريكية للدفع بالحل بعيدا وكأن الجميع يريد بقاء ليبيا ساحة نزاعات على كل حال أورد عليكم هذا الخبر العجل مشاهدين وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اتفقنا على تأسيس لجنة متابعة تضمن تنفيذ القرارات المتخذة بشأن ليبيا وزير خارجي ألماني يجب الآن جمع أطراف النزاع في ليبيا لبحث وقف اطلاق النار والانتقال إلى عملية سياسية أنتونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أحث المجتمع الدولي على الالتزام بحضر توريد السلاح إلى ليبيا جوتيريش كل المشاركين أكدوا على عدم وجود حل عسكري في ليبيا رغم أنهم قد يكونون ضالعين في الصراع طيب لا حل عسكري اليوم كيف ستكون التسوية السياسية ما التوريفة التي قد تجمع الأطراف على طاولة واحدة ويعاد بناء دولة ليبيا لأنه اليوم بدأ الحديث عن سوريا ثانية ما يعني أن التعقيد سيد المشهد ربما قد يكون وهذا ما لا يتمنى أحد نعم نحن أمام سيناريوهين السيناريو الأول يعني وفقا لنظرية واقعية في العلاقات الدولية هناك توازن قوى توازن إقليمي توازن إقليمي حدث على مدى تسعة أشهر أو سبعة أو ثمانة أشهر كانت حكومة اليفاق تتحرك بدون أي ظهير سياسي بدون أي حليف دولي لكنها اليوم بعد تحالفها وتفهمها مع الأتراك تغير الوضع وأصبح هناك توازن قوى حكومة اليفاق معها تركيا في مقابل مصر وأيضا دخول الجزائر الخط هو دخول إيجابي وإن كان متأخر وإن كان هي دبلوماسية بطئئة في تحركاتها لكنه دخول مهم دخول الجزائري وإن تأخر بتنسيق طبعا بشكل أو بآخر مع الأتراك وبمحاولة لاستيعاب أيضا تونس في هذا الخط وإن كان أيضا تونس متردد تحت ضغط فرنسا على اعتبار أن هذه الدول تخشى أي تحرك مضاد لفرنسا بشكل أو بآخر أو على الأقل الدبلوماسية الموجودة في هذه الدول في هذه اللحظة الرهنة وبالتالي أنت لديك تركيا تقود هذا المحور ولديك مصر ومن ورائها الإمارات والسعودية وبالتالي هذه حالة من التوازن الإقليمي يمكن أن تنتج تسوية سياسية اعتبارا لهذا التوازن ويمكن أن تتحول ليبيا إلى ساحة صراع مفتوحة على اعتبار أن أحد الأطراف لا يرغب في الوصول إلى تسوية سياسية ويرغب بالحل العسكري وهذا واضح طبعا هو الطرف المصري لأن اتفاق موسكو كان واضح أن الأتراك دخلوا ليبيا من أجل السياسة من أجل التسوية السياسية ولم يدخلوها من أجل الصراع العسكري الذي ينهيكم وينهيك مصر في نفس الوقت وأنا أظن أن الإدارة المصرية واضح أن هناك قرار من خلال الإعلام المصري من خلال التحركات المصرية أن هناك قرار يبدو بأن الإدارة المصرية لن تتحرك باتجاه ليبيا إلا ربما في إطار نفوذ في عمقه استراتيجي في منطقة فيقليم برقة أما في منطقة فيقليم طرابلوس وفي العاصمة أنا أظن أن من الصعب المصر تتحرك لهذا الوقت شكرا جزيلا لك يا سيخ الطابة صحفي ليبي كنت معنا هنا في الأستوديو أشكر جزيلا شكرا أستاذ علاقة الدولية من باريس الدكتور خطار أبو دياب وأختم بهذا الخبر العجل أيضا عن أنجلا ميركل السراج وحفتا لم يكن جزءا من المؤتمر كمشاركين لكن نتوقع منهما الالتزام بما تم الاتفاق عليه إلى هنا مشاهديا كنوا قد وصلنا وإياكم إلى نهاية سوريا اليوم لهذه الليلة لكم مني ومفريقنا الله تفتحية تابعونا على سوريا دوت تيدي إلى اللقاء اشتركوا في القناة